اشتركوا في القناة 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 لعبدالله السعيد وفي لحظة ما لم يكن هناك منافسا لسعب سمير وفي لحظة ما لم يكن هناك منافسا لأجيه منافسا ايوة عصان تكررتها كتير تقولها من اول يوم انت بتحرجني في اللغة لم يكن هناك منافس لأجيه ولكن يبقى في دائرة الضوء والترشيح دائما أحمد فاتح أحمد فاتح فإذا وهناك لم يكن منافس منافس الوحيد الذي كان منافس كان دائما أحمد فاتح يستخلص من هذا أن أكثرهم ثباتا في المستوى أحمد فاتح ولكن الإرهاق والإصابات أصرت على البعض أحسن محترف أجنبي أجيه ينفسه كالديرون بتاع الإسماعيلي أحسن لعب داخل مصر بالتأكيد وانتلك عليهم أحسن لاعب خارج مصر ما فيش غيره اللي مستنيه ينفس اللاعب في أفريقيا وينافس على أحسن لاعب في العالم انت عارف أحمد صلاح اشتركوا في القناة